أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة المناصفة دكتور معين عبد الملك تفهم الحكومة للمطالب المشروعة لهيئة التدريس والكوادر الإدارية الجامعية والعمل على إيجاد الحلول المعالجات لها وشدد رئيس الوزراء لدى لقائه بالعاصمة عدر رئاسة جامعة عدن وعمداء الكليات والقيادات الإدارية بالجامعة شدد على أهمية انتظام العملية التعليمية وعدم الإضرار بمصالح الطلاب وأن أي مطالبات سيتم معالجتها والتعامل معها وفق الأطر القانونية لافتا إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومعايير الاعتماد الأكاديمي وتطوير مناهج التدريس في الجامعات باعتبارها مخزن الكفاءات للدولة وتحدث رئيس الوزراء عن هجرة العقول الأكاديمية والحرص على وضع المعالجات لأسبابها والعمل على الحد منها وقدم رئيس جامعة عدن شرحا حول خطة الجامعة وأوضاع العملية التعليمية والأكاديمية وأنشطتها المختلفة والتحديات والمشاكل القائمة